كل واحد فينا اتعرض لنوع من التربية سواء من خلال أسرته الصغيرة أو من خلال المجتمع الكبير اللي بيعيش فيه يمكن تأثرنا بأشياء فيها بشكل أو بآخر سلبا أو إيجابا أهلين مشكورين قدروا يغرسوا فينا بعض القيم اللي قدرت تعيش معنا طول العمر وأكيد أضافوا لكل واحد فينا بنسب مختلفة ولكن للأسف البعض منهم يمكن ترك أثر سيء جراء قلة الخبرة، قلة المعرفة، قلة الوعي بأهمية العملية التربوية أو يمكن بسبب أن الموارد كانت شحيحة أو طرق التعليم ما كانتش متاحة لكن دلوقتي الوضع اختلف مهما اختلفت طرق التنشئة اللي تكون كل واحد منا فيها إلا أنه هيظل بيجمعنا كلنا شيء واحد وهو أن كل واحد فينا بينشد الوصول إلى مرحلة السواء النفسي والفكري والسلوكي محتاجين دلينا قبل أولادنا وقبل ما نفكر في المجتمعات أو الأسر اللي عايزين ننشئها ليه؟ عشان أعرف أفكر بطريقة سوية وعشان أعرف أدير مشاعري بطريقة سوية وعشان أعرف أتعامل مع الآخرين بطريقة سوية أقدر من خلالها أجلب المصالح والمنافع وأدرأ المفاسد وأكف الأذى كورس التربية بالقرآن بيحاول يأسسنا في الثلاث جوانب دي بالتوازي لأن لو أي جانب فيهم حصل فيه خلل عندنا للأسف هتكون عاقبة وخيمة كورس التربية بالقرآن بيوفر لنا بيئة آمنة بنوعية تأسيس أنفسنا فيها مرة أخرى من خلال الثلاث دورات الفكرية والنفسية والسلوكية عشان نقدر ننظم علاقة الفرد بالوجود فيقدر يجاوب على الأسئلة الفكرية والصعوبات والتحديات اللي بتواجهه بطريقة سليمة يقدر يتعلم من خلالها منهجية التفكير ومنهجية التدبر وكمان هيقدر يتعلم من خلال الدورة النفسية أنه يبدأ يتعرف على صفاته الأساسية ويقدر يكون إيمانه بشكل صحيح وكمان يصل إلى مرحلة تمام الصحة النفسية وكذلك في الدورة السلوكية نقدر نتعرف فيها على المدارس والنظريات السلوكية وعلم النفس السلوكي وكيفية تعديل السلوك وكل ده هيتم بالمقارنة بين العلوم القرآنية وبين ما توصل إليه العلم الحديد في عصرنا الحاضر وكل ما هنعرف أكتر كل ما هنغدو أكتر مقدرة لمواجهة مشاكلنا والتحديات والصعوبات اللي بتواجهنا الكلام ده كله هنوضحه بالتفصيل في محاضرة المدخل إلى التربية بالقرآن هيبقى فيه بريزنتيشنز فيديو كونفرنس نقدر نجتمع من خلالها ونشرح الكلام ده كله بالتفصيل ونسمع استفسارات وتوجيهات وأسئلة حضراتكم والبرنامج مش بس مخصص للكبار كمان فيه فقرات تربوية مخصصة للأطفال ممكن يشاركها معنا الدكتور محمد وهنبقى نعلن عن ذلك في وقت الأمر نشوفكم في البرنامج اشتركوا في القناة